السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوار قناة ريتا مرحبا بكم كنتم نتكونوا بأحوال جيدة إن شاء الله الأحداث والأخبار دائما هناك الجديد أنختصرهم على شكل أربع عنوين أول عنوان هو وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن عن زيارة ماكرون للمغرب والمغرب يرد باستغرب الخبر الثاني هو 6,000 مهاجر في مدة 37 ساعة يدخلون طريقة غير قانونية إلى أوروبا وفرنسا تتوعد بغلق الحدود الخبر الثالث هي فاضحة من العيار التقيل لك لاغ مع العمال تشغيل العمال بطريقة غير قانونية أما بالنسبة للخبر الرابع فهو خبر صار للعمال الفرنسيين وذلك باستفادة كل عامل أو عاملة بإجازة العمل مدفوعة ثمن في حالة لاغي دو مالادي على بركة الله نبتدي بالنسبة لأول خبر الذي هو عن زيارة إيمانيول ماكرون إلى المغرب جاء عن طريق لقاء صحفي في قناة LCI مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في أن هناك برمجة لزيارة الرئيس إيمانيول ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس هذا الخبر نشر أمام أعين جميع في التلفازة يوم الجمعة 15 شتنبر يوم السبت جاء المغرب بهذا القرار يعني باستغراب كشف مصدر حكومي رسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن سيارة الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة نافياً بذلك ما ورد على لسان رئيسة الدبلوماسية الفرنسية أمس الجمعة وعبر المصدر الحكومي الرسمي عن استغرابه لكون وزيرة الخارجية الفرنسية هذه المبادرة وحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق تنائي أهم وهنا للمرة الثالثة كنلاحظوا أن المغرب بيرفض زيارة الرئيس الفرنسي للأراضي المغربية ولكن السؤال الذي يطرح ذاته علاش الوزيرة طرحت أو لا أصدرت في قدم تلفازة قدم يعني الصحافة ديالقناة ألسئي هذا القرار لماذا هتكذب عندها غرض في راسها سؤال يعني كي بقم تروح بالنسبة يعني الجواب أني اعتقى داتي فأنا أرى أن هذا السؤال أو هذا الجواب كان جواب عندها هدف أنها تجس نبط المغرب والمغاربة لأن ما يعرفوا أن يماني الماكرون غيش المغرب وفي حالة ما كان مرحب به وكان مزيان فهي بحالة تلطف الأمور مع المغرب وقد نقض وجه ماكرون اللي رجع يعني في حالة لا يحسد عليها فبالتالي هما داروا هذا الخبر وهذا الخبر بالنسبة لها أتقول أنا ما كذبتش لأنه فعلا إماني الماكرون كان غيشي المغرب ولكن تم إلغاء هذه الزيارة لأنه أكيد المغرب رفض الزيارة اللي بغيتوا تشوفوا أن المغرب دابا رجعت تواجه فرنسا يعني بحال هذك الكذب اللي تبعتي احتابه بالطار بغيت المغرب من فرنسا يكون عندها قرار حازم آه آه لا لا أبيض أو أسود قرار في شأن الصحراء المغربية وفرنسا الآن ما عليها إلا المغرب تحاول أن تتقرب إلى المغرب بعدما عرفت أنها محاصرة وهي البوابة باش تدخل إفريقيا ولا لحظوا شوفوا الصورة اللي كي نقدمكم هذا صالون مغربي كيف يعقل وزيرة الخارجية فرنسية لديها صالون مغربي بالزربية المغربية الدكورات مغربية كان نقصة البسقفطان مغربي يعني هناك رسائل بديرينها يتقربون يتلطفون مع المغرب بشدة الطرق بشدة الأساليب أما بالنسبة للخبر الثاني فهو وصول 600 مهاجر في مدة 36 ساعة يعني 5000 مهاجر في اليوم الأول في اليوم الثاني زادوا 1000 مهاجر وهذا الخبر يخيف الأوروبيين وفرنسا تتوحد بغلق الحدود إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب دخول تقريبا 6000 وممكنك يقولوا 7000 مهاجر سري خلال يومين في جزيرة لا ميزودا أكثر من استلف مهاجر فاق عدد سكان هذه الجزيرة الذي يتراوح 5000 نسامة وصفت الأزمة بنقطة اللاعودة مما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ ودعت الدول أخرى للتدخل والدعم الفوري خصوصا بعد غرق دفل عمره خمس أشهر إترانقلاب قارب خلال عملية إنقاذي الخبر الثالث عبارة عن فاضيحة كبيرة لأكبر سلسلة سوبر ماركت لوكليخ هذه الفاضيحة عبارة عن التحايل وطرق غير قانونية لتشغيل العمال في هذه المحلة التجارية تم الكشف عن هذه الفاضيحة عن طريق الصحفية بوسطة كاميرا خفية في أحد البرامج الذي يتم وبتوه على قناة فرانس الدو بالنسبة للأساليب الغير قانونية أو الأساليب الشيطانية التي تمارسها لوكليخ على الموظفين هي توقيع عقد دائم له والسدائي زائد ورقة الاستقالة تدير ورقة الاستقالة مع العقد يا إما هكا يا إما أنت غير مقبول للعمل كذلك حالة الاستقالة المهمة معروفة أن في حالة الاستقالة هذا الموظف ليس له حق في الشوماج يعني يا غدت تعمل هذه الشروط وإلا ليس هناك شغل كذلك مستحقة نهاية العمل مستحقة نهاية العقد لا يستفاد منها هذا العامل وكل هذه الأساليب الغير قانونية تقوم بها أكبر سلسلة سوبر ماركت لوكلير من أجل التهرب من الضرائب للعلم عندما نقوم بتشغيل موظف كونترا عقد ديالو محدودة يعني السدائي فالشركة تدفع ضرائب أكثر الملتزمات أكثر بينما السدائي فهي تدفع ضرائب أقل فلهذا تقوم بهذا التلاعب ومن الذي يدفع الثمن هو الموظف والهامل الضعيف أما بالنسبة الخبر الصار أحدث يوم 4-13 شتنبر في محكمة النقد أخذت قرار صار في صالح العمال وذلك باتباع القانون الأوروبي بدل القانون الفرنسي فيما يخص كونجيب بي اللي هي إجازة العمل مدفوعة الثمن يعني الشخص العامل الذي تعرض لحادث لمرض بسبب الشغل أو لمرض يعني في حالة هو كان شغال ومرض عنده يعني دفع أنه مريض سوف يستفيد من كونجيب بي اللي هي إجازة العمل مدفوعة الثمن أرجع للشأن المغربي فيما يخص زلزال المغرب تقدم وزير أخ النوش أعلن في الشركة الأفريقية أن تساهم بـ 600 مليون درهم في صندوق تدبير أطار الزلزال يعني رغم اختلافنا مع أخ النوش فهذا المبلغ يبقى مبلغ مشرف ومفرح بالنسبة للمكتب الشريف للفسفات يساهم بـ 1 مليار درهم ومحافظة العقارية بـ 1 مليار درهم بالنسبة للناس الجالية المغربية المقيمة في أوروبا بما تسفتوش الأدوية وما تسفتوش الأطعمة لأنهم يبقى حاصلين في الدوانة المغرب عنده قانون فيما يخص هذه الأشياء وإحنا المغربة فخورين بتضامنا وكان منظر يسر القلب ويبقى المغرب مغرب ويبقى العالم كامل يهضر على المغرب لأن المغرب بقى عبارة عن مركة تجارية اللي بغا يدير أرباح يدير اسم المغرب اللي بغا يفتح غيستورون يكتب غيستورون ماروكين الشعب المغربي شعب المعجزات في كل شعب في كل مغربي في كل مكان يحمل في قلبه الله الوطن الملك المغربي المعروف أنه يتقن لهاجات ويتقن لغات عديدة يعني هناك شاب مغربي اللي يتكلم أكثر من 23 لغة المغربي مغربي أمازيغي سوسي ريفي شلح حساني صحراوي يبقى مغربي المغاربة المعروفة بالأناقة الأناقة التقليدية لوسط العالمية القفطان المغربي والجلابة والسلهام المغربي الطربوش يبقى طربوش مغربي وليس تركي لأن الطريق دياله وقع فاس الأطراك مع البحارة المغاربة اكتشفوه وهدوه للسلطان العثماني أعجب ونشره وبقى زي زي عثماني رسمي بالنسبة المغاربة أول ناس كي لبسوا المركات الأوروبية العالمية لأنه الصنع في المغرب في معامل المغربية زارة ومانجو وإلى آخره من المركات العالمية يبقى المغرب معروف بكرمو يبقى المغرب قدم كتير للعالم سر المغاربة هما ليفتحوا الأندلوس في عصر طارق ابن زياد نشر الإسلام في أوروبا من أدخل الإسلام في أفريقيا المغاربة في عهد أحمد المنصور من ينتصر على الإمبراطورية العثمانية في عصر سلطان سليمان القانوني دولة العثمانية القوية في معركة وادي اللبن المغاربة انتصار المغاربة مع البورتغال في معركة الملوك الثلاثة انتصارهم على أوروبا بقيادة يوسف ابن تشفين انتصارهم عوتاني بقيادة يوسف أبو يوسف المنصور المغاربة الذين يمثلون 25% من جيش صلاح الدين أيوبي والسرد القدس ولهم باب اسمه باب المغاربة من النصر العرب ومن نصر المصريين في حرب 1973 انهم المغاربة الحمد لله انني مغربية ويشرفني انني مغربية وان لم اكن مغربية كنت اتمنى ان اكون مغربية يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وشيك ولعظيم سلطانك في امان الله وحفظه السلام عليكم